مساء الخير على جماعة طالبات 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 آآ تانية عددي في كل محافظات مصر. طبعا انا عايز اشكر كل سببين. السبب الاولاني اللي انتم اكتر ناس بيتفرجوا على الفيديوهاتي. ودي حاجة آآ غير متوقع خالص. انا كنت دماغي كلها في تلتة عددي. طبعا ناس زي الفل وكل حاجة وبيتفرجوا على الفيديوهاتي. ولكن انتم موغدين النسبة الاكتر من مشاهدات اللي عندي. فاحب اشكر الطالبات والطلبة على مشاهداتهم الفيديوهات بتاعتي. وكمان آآ تعليقاتهم. ممكن يكون السبب في كده ان انا مش بنازل الفيديوهات لتالتة عدد كتير آآ بنازل لكم انتم امهتم بكم اكتر. بس بصراحة انتم تستهلوا اكتر من كده لان فعلا المتابعات عندكم ممتازة. وبعدين بصراحة بدأت تحفظ اسامي الطالبة وطالبات مش عندي ولكن متابعيني على اليوتيوب. فشكرا ليكم. اتمنى يا رب كده تبقى الحاجات اللي بتاخدوها معي ديت. اه هي اللي حتيجي في الامتحان. وحاجة تانية برضو ان انتم مشاهداتكم عليها. اه كل طلباتكم ان ما قد وا دي هاتو كتير بالرغم ان هو مش عندي. انا سدقوني صورته. وهو ده الكتاب اللي قدامكم دلوقتي. ده مش الكتاب دي قبل منه. صورتوا حضراتكم مش هتقول عليكم في الانترو. يلا بينا نخش على طول على في الامتحان بتاع بيت ونشوف او التفاصيل اللي في ايه. ونشوف الاسئلة جاية زي. بسم الله. السؤال الاول. يا جماعة لو في اي حاجة مش واضحة صوت او صورة ياريت تكتف ونحاول نزبطها. اه اوكي. جداي لك. كلنا عارفين يعني معبد. معبد الكارنك اللي في اللقصر. تمام? فالجايد ومقصود بها هنا المرشد السياحي بيقول السياح ما هذا الحجر الطويل. هقول هنا يسمى او يضعى. هو اسمه ايه? الاجابة ات اس كولد انيدل. انا شخصيا ما عرفش مين التمثال دوات. حاجة في التاريخ او في الهيستوري ما يهمنيش اوي بس المهم اللي انا حطت الفيرب كولد يعني يسمى او يضعى. راح سألوا طب طول ودي ايه? طول التمثال او الحجر ده ودي ايه? اقول هنا ايه طول? هاو طول? اه في سؤال اسمه هاو طول طبعا. يعني ما ارتفاع? او كم الطول? هاو طول يزئيت. فوضح النسايح بيسأل المرشد ما طول هزا التمثال? انا طبعا ما عرفش يعني هو هستفيد ايه بالموضوع ده? بس هو عايز يسأل اه كم طول هزا التمثال? قاله تقريبا سيرتي ايه طول? طب انت كده اديني دماغك او اديني دماغك. اكيد سيرتي يعني تلاتين. طبعا هي الاجابة مفتوحة ولكن حاجة منطقية. مفيش تمثال ارتفاعه تلاتين سنتي. هيبقى ادي المسطرة دي. ممكن تكتف الامتحان سنتي وتقول لي انا حطيت سنتيمتر. سنتيمتر. اتا كده اكيد مش راهم انت كاتب ايه? ونفس الوقت ما تكتبش كيلومتر. اكيد غلط. فالاجابة المنطقية الوحيدة اللي انا اصلا ما عارفت شكل التمثال ايه? ولا شفته? بس اكيد هو تلاتين متر. دي الطول المناسب لاي تمثال ممكن تشوفه. ولا هو صنتي صغير قوي قد المسطرة? ولا هو كيلومتر قد السماء? احنا بنتكلم في حاجة لوجيكال منطقية. نرجع لموضوعنا. رجع السايح قال له طب ايه الصور المحفورة على التمثال دي? قال له زي ار هيجروجرافيك رايتينج اللي هي الكتابة الهيرغريفية كلنا عارفينها واخدناها في الدراسات. طيب اكيد يعني استهوتوا شوية الموضوع السايح وهيقول له طب من اللي عملها? فمن معناها هو? هو يعني من قام بعملها هو بميد ايت? قال له زي انشنت ايجيبشن زي خدماء المصريين زي وير اديني ديسكريبشن او وصفة او صفة او ادجيكتيف لقدماء المصريين. احلى صفة ناس عظماء جريت. جي ار. جي ار اي اي تي. زي ما انا كدتها لحضراتكم معناها عظيم. وكده المحادسة اه انتهينا منها وشرحناها لحضراتكم بالتفصيل عن اه تمثيل من التمثيل الموجودة في اللقصر اه موجودة في معبد القرنك. طيب نسيب السؤال ده وقبل ما تقل ليه لو في اي كومنت او ملاحظة او عندك اجابة تانيا في السؤال ده اكتف انا شايف يا مستر ممكن احط مسلا اجابة كده وحرد عليك او حرد عليك اقول لك اجابتك صح والغلط بس هي دي الموجودة اللي موجودة عندنا بالنسبة لسؤال. جماعة سؤال مش صعب ان شاء الله سوالسه سهل علينا. شوف بعد كده او كده. خليكم معي هنزبط بس الكاميرا. تمام. كده موجودة كاملة. واضحة عندي اتمنى تكون واضحة عندك. اه لان طبعا الحمد لله الاضاءة عندي كويسة. وعندي ستة اسئلة على القطع دي. هعرها مرة واحدة بسرعة. واحاول تسمع من الترجمة. نبيل راح للمدينة عشان يشتري ملابس جديدة. واحدة بلا مستر يعني يعني يحاول اقول له اسف يعني يعني يجرب. يقيس بير اوف تراوزرز. قاعد يجرب. بانطلون. بعد ما جربه الراجل او هو نفسه انا مش حبه. ما عجبوش. طب هل قال لي السبب? ما قالش السبب. راح راح كده للبيع. قال له تفضل. البطلون ده مش مناسبني. رايح راح مجرب جاكت. عقلي نفس السعر. يعني يخمن سعر تلاوزرز ممكن يباته منه كم? هو الراجل حطت سعر الجاكت قد سعر التلاوزرز. نبيل كان فرحان. هو فرح بالجاكت. ورح سياب المحل. قبل ما يكون وصل البيت. جرى. اذا نبيل ناسا يدفع فلوس الجاكت. سيت زا شوب كيبر. بط اي جاف يو زا تراوزرز ان اكسشينج فور زا جاكت. ليد انت ايت. نبيل اداك عليه. قال له طب ما نمدي لك البطلون مكان الجاكت. طب ما هو اصلا البطلون بتاع الراجل. يعني انا مش عارف. نبيل قال ازاي الكلام ده? هي واضح انها فاني شوية. فعلا. الراجل هنضحى. قال طب ما دفعتش اصلا انت من البطلون اشان طول انا بدلته معيك. ايزر. سيد زا شوب كيبر. بط اي دينت باي زا تراوزرز. قال طب وندفع لي فلوس وانا مش شرتوش اصلا. يا نهر ابيض. انا مش عارف القطع دي. جميلة بصراح. ريفلايد نبيل. اي ام نود سو ستوبيد. انا مش غابي. اس تو بي فور سامسينج ويش اي نيفر بوت. وانا ليه ادفعتها من حاجة? انا ما اشتريتهاش. اه اتمنى ما يكونش الموضوع فاني بالنسبة لكم ولكنه لو انت في لجنة الامتحان ممكن اه تضحك وانت بتقرأ. سؤال الاول. هو اصلا نبيل الروح للمدينة. الاجابة هي. عشان يشتري ملابس جديدة. يبقى دي كده اجابت السؤال الاول. سؤال التاني. هو ايه الملابس اللي تجربها? نفتكر مع بعض حاجتين. اللي ما اعجبوش والجاكت اللي عجبوه. الجاكت اهي. ودي اجابة السؤال التاني. السؤال التالت. الراجل ساب محل وجرة ورنبيل ليه? ما رفعش تمنى اللي ايه? اهو. هنلاقي الاجابة هنا. دي اجابة السؤال التالت. ما خلش على تشوز? يالله بينا. برضو طبعه للكمبراهنشن يعني. نبيل كان سعيد جدا بانهي حاجة اجربها. الجاكت. زا جاكت هات زا سيم ايه? كان ليه نفس الايه? البرايس السعر. نبيل دي دي نبيل ملافعش ايه? ملافعش لابا نتلوزز اصلا لو ما اعجبوش. كليه بااخلصنا جميلة سهلة ومضحكة teleحد ال ما. ندخل بعد كده على اسئلة collegar and��� Untung with background سايكلينج. كسب ايه? الاجابة رقم. بي. مسابقة. عشان يسر دي بتدل على الباست. احنا كاننا تلاتة وجبات ايه? احنا بنكل كل تلاتة وجبات ايه? شيء طبيعي يوميا. يبقى ديلي. زي ايه? خمسين الف متفرج. ده ايه ده? اكد. اربعة اربعة اشخاص ممكن يقعدوا على الايه? على السوفة. كنبة. ايه? ننزل تحت شوي. تمام. ايه? من الشخص اللي بيشتغل في مكان بيبيع طعام. اسمه ايه? شغل في مكان. بيبيع طعام يبقى نوها عند مي. زير بايكس. ده شباب. مدرها مستمر. يبقى عشان هما اتنين. اوكي? افتر هفينج لانج. افتر هفينج لانج يبقى وش اب يخسل الاواني. اوار ايني بور دازنت هاف انف ماني. ما عندوش فلوس كفاية يبقى بور فقير. ما خشش على كده. زي هابي اولا زي ما بتاخدش ووز. يبقى زي وير. من غرقتش يا شباب عشان بيتش معناها اين? زير يوزد. يوزد بيجو راه طول فعلة في المصدر. تو بي. اتوزن تهوت يصر دي وين وي. وين بيجو راه باست سيمبل. وين وي? ار سويمينج? لا. او ممكن هنا باست نخليها ويري سويمينج. لان السباحة بتاخد وقت او فترة ما بتنتهيش بسرعة. بعد كده. وبكده بقى الفيديو بتاع نهاردة انتهى ولكن حابيت اوضح لكم البراجراف. طبعا مش مجهزوا معي. وممكن الباقة عندي ما تكملش عنك البراجراف ولكن حوضح لكم بيقول ايه? ماذا يجب عليك ان انت فعله لحماية البيئة? حضرتك او حضرتك تعرف تكتب على البراجراف اكتبه كامل وبعت السكرينشوت في كومنت على اليوتيوب وانا هشوفه وهو عيدك الريبلاي على طول مش هتاخر عليك اكتب البراجراف بس من دماغك ما تنقلوش من حاجة واعمل سكرينشوت او صوره وبعته وانا هشوفه وهقولك البراجراف لو فيه اي مستيك سح اقولك سواء كانت في الجرامر او السبلينج او الفوكاب ده بروبنس مني وعد وشكرا لوقتكم معي وكان معكم مستر محمد من قناة الصديد ومستر محمد ما تنساش تعمل اللايك وصابسكراي بشان يوصل ها كل جديد في قناتي وزي ما شكرتكم في اول حصة اشكركم تاني في نهاية الليسون واشوفكم على خير وان شاء الله انتظروا مني تستفور للحلقة الجاية شكرا مع السلام